هنبدأ دلوقتي مع بعضك دلوقتي نشوف ايه الخطوات اللي احنا لازم نعملها علشان نبدأ نفعل الربح ونبدأ الموقع يدخلنا ارباح بالترتيب. احنا عندنا اول حاجة هنا هو بعد طبعا انت المفروض ان انت بتسجل على الموقع بتكون مسجل فيه. وعندك حساب. بتنزل متصفح ده هنجيبه دلوقتي وحاسب لكم الرابط بتاعه. وهقول لكم تقدروا تجيبوه منين بالزبط دلوقتي. اول خطوة بنعملها لو عندنا المتصفح الكيوي دوت وبعد ما هنزله. بندخل على الصفحة الرئيسية. زي ما حضراتكم شايفين كده اللي موجود عليها السهم. تاني حاجة بندخل على ملف البيانات في الخدمة واحد. اللي متعلم عليها قدام حضراتكم دي. ثم بنبدأ نملى البيانات. هنشوف كل الكلام ده دلوقتي هننفزه مع بعضينك ده وقت عملي من الصفحة. بعد كده بتبدأ تظهر لك ارباح البيانات بتاعتك بيع البيانات بعد ما بتسجلها. ثم بتروح بتعمل تحقك وموافقة على الارباح. وبالتالي الامر دوت بتعمله تلات مرات في الاسبوع. ايام مختلفة يعني ما ينفعش تلات مرات في نفس اليوم. يعني تلات مرات خلال نفس الاسبوع علشان تثبت الارباح بتاعتك وتبقى مستمرة. لو انقطعت بتم خصم مبلغ مقابل انقطاعك. يلا بينا بقى نروح دلوقتي على الموقع ونشوف احنا ازاي هننفز الخطوة دي بشكل عملي. دي صفحتي الرئيسية. يعني صفحة كل واحد فينا ندخل فيها بالشكل دوت. بتبقى فتحة معانا بالمنظر ده. لو دخلنا على صانع المال. نختار بيع البيانات. هي دي اول خطوة واهم خطوة لازم نبدأ بيها. بيع البيانات. بتفتح معانا بالشكل ده. ندخل على ملف بياناتي. نبدأ نملى فيها البيانات بتاعنا الاسم والكونية والدولة والمدينة كل التفاصيل اللي انت كتبها بنفسك قبل كده. بياناتك بتبدأ تخزنها وتسجلها من جديد. وبنيجي هنا في الاختيارات بنقوم بالاختيار بشكل الشكل اللي يناسب كل واحد. يعني هنا بيقول لك الاقامة انت في بيت ولا في شقة ولا في غرفة بتختار بتقول عايش مع مين زي محاضراتكم كده شايفين عندك كم طفل بتربي حاجة من الحيوانات الاليفة بتختار. لو ما عندكش حاجة ما بتختارش. لكن لو عندك حاجة بتحبها بتختارها. وندوس على حفظ ومتابعة. ينقلنا للصفحة اللي بعدها. برضو نفس الامر بتختار الاختيارات المناسبة ليك انت على حسب حالتك وظروفك. هنا في حالة الدخل دي دي دخل الاسرة السنوي ممكن تختار اقل دخل او لو انت دخلك اعلى من كدهات بتختار براحتك. لو انت قالت المنزل جديد بتختار اه اشتريت سيارة اه خاطب مقطوب زي محاضراتكم شايفين كده بتعمل الاختيارات اللي بتناسبك انت على حسب حالتك. حالتك الاجتماعية وهكذا. ثم بتخلى الصفحة دي وتدوس حفظ ومتابعة. بتنتقل للصفحة اللي بعدها. بتبدأ تكمل نفس الامر كده هو بتحط الاختيارات اللي بتناسبك انت. على حسب ظروفك وحالتك الاجتماعية زي ما قلنا في بداية الفيديو. بنكمل كده علشان ما نتقولش عليكم. بنعمل الاختيارات دي. بننزل لغاية اخر الصفحة بعد ما ملينا كل الاختيارات. بندوس حفظ ومتابعة. بالشكل ده انت بتكمل الجزء الاول او الخطوة الاولى. واخر حاجة حفظ وانهاء كده. بعد ما ملينا البيانات بيقول لك تغييرات ملف تعريف البيانات مباشرة. يبقى انت كده فعلت الخطوة الاولى. انت بالشكل ده على بداية تسلم تحقيق الربح من الموقع. انت دي اهم حاجة عندنا احنا بنعملها. الخطوة الاولى دي لازم نحققها ونفعلها. لو حضراتكم شايفين كده الدخل من بيع بياناتي فيه ابتداء يتجمع دولارات كل يوم بينزلك عن بيع البيانات دي دولار وعشرة سنت. كل اليوم بتتحقق بتتحقق فيه. من بياناتك بينزلك دولار وعشرة سنت. هنا عندنا تحقق والموافقة على ارباحك هي دي اللي لازم بتعملها تلات مرات خلال الاسبوع. كل اللي انت بتعمله ان انت بتضغط عليها بالشكل ده. لو انت تسجلك اليوم. خلاص. لو ما تسجلش اليوم ودخلت في يوم جديد بيتسجلك لليوم التاني. اهم مش عندك ان انت تحقق الخطوة دي تلات مرات خلال اسبوع واحد. بالشكل ده انت نفزت الخطوة الاولى وما عندكش ادنى مشكلة في البيانات بتاعتك.